مهلا خبر جديد هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوب برس؟ أهم الأعمال التي يقومون بها أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب من تقديم صاحب القناة إياد كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تيفي مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وخبر جديد مبارحة كانت حفلة تكريم الفنان تامر حسني بمناسبة تحطيمه لرقم قياسي بموسوعة جنس العالمية بلقب أكبر أو أكتر فنان ملهم فقابلته نور بعد سنتين من اللقاء الأول اللي صورته ونزلته كاملا على قناتها على اليوتيوب فهالمرة كان اللقاء بعد نجاحات وتحديات وصعاب كثيرة مرت عليها نور وحققتها نور بمسيرتها هذا الفيديو أكيد بطريقكم لسبب ما لتبرشوا بطريق نجاحكم أنتم وأحلامكم أنتم الخطوة الأولى بطريق النجاح هي لا تنتظر اللحظة المثالية للبداية لا يوجد لحظة مثالية أحلمي أحلمي بشي أنت حابة تشتريه ورح تشتريه بس تحقق حلمك أحلمي بمدينة أو مكان رح تزوري بس تحقق حلمك أحلمي بشخص تحبيه كتير ورح تشوفي إذا حققتي حلمك هاي الأحلام رح تعطيك يدافع وشعلة بقلبك تخليك تستمر وأي يوم من الأيام ممكن تفشل بس اللي بدك تعمليه تاخدي هالفشل تتعلمي منه تستمري لأن الحياة تستمر أختارت نور ستارز هذا اللوك لحضور الحفلة أنا اليوم جداً سعيدة مش بس سعيدة لأنه بعد سنتين التأمي تامر الدنيا كلها بتعرف أنه أنا بتموت فيك يا نور والله أنا بحبك جداً أعزك جداً مقصود بنجاحك جداً جداً ومقصود من متابعينك عشان هم مخلصين معاك جداً جداً حياتي ربنا يخليكم البعض ودايماً نجحة دايماً مشرفونك تقات فيه قبل سنتين أنا فخورة فيك أكتر وبتخيل أنا كمان فخور بيكي ومستني نجحتك اللي جاية واللي جاية أحلى إن شاء الله اللي جاية على طول أحلى ونور سعدت على خشبة المصرح لتلقي كلمة بها المناسبة معيني وأنا عملنا جهتنا لنوصل لتامر ولتقيت فيه وكان اللقاء اللي فعلاً مغير حياتي اللي بيتابعني من زمان بيعرف أنه أنا تغيرت كتير خلال هالسنتين تشغلت عحالي كتير وصلت لإنجازات كتير بس ما حكت لكم شو السر الأساسي بهالشي والسر كان لقائي فيك كلام اللي أنت حكيته قائز اختاروا الناس اللي بتأثر فيكم بعناية لأنه فعلاً ممكن يغيروا حياتكم شو قال لك تامر موفي شو اللي ما قال لي يا شو قال لي شو الجملة يلي يلي ريت لك حياتي وقال لك ياها تامر حسني قال لي لا تستسلمي وأنا شفت تامر وأنا كنت عم بستسلم إذا ما كنت مستسلمة أساساً فقال لي مستحيل تستسلمي قال لي أنت حتى نجحي قال لي فيك شي غير بحييرها وبحيير جمهور اللي بيحبوها تمام لي أمزم فينا أو يحبوها بإياه سمع لها تحية خيرا شكراً أمور على كلامك رافضة أنتو شكراً أمورا هالكلام أليل بحقه وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول وزر اللايك لا تشجيعنا على تنزيل الأكثر موسيقى